شددت محافظة القاهرة على مدرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيب ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأطحى المبارك كما شددت المحافظة على تقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصا على الصحة العامة مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد ومن جانبه أشارت مدرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص 449 ساحة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأطحى بالعاصمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المصلين